سنستعرض قصة أحدثت ضجة في الرأي العام لطالبة إيطالية من أصل تونسي تدرس في فرنسا وكانت تعمل في ماكدونالز كعمل لاستثمار فترة الصيف في البداية من ثم اتخذته كجزء من التدريب أثناء دراستها للماجستير حيث تخصصت في التسويق والأعمال ما حدث أنه في البداية تم قبولها في العمل وهي محجبة بالمناسبة لكن بدأت المضايقات تتصاعد شيئاً فشيئاً إلى أن تم فصلها بحجة أنها رفضت رفع كم ملابسها تخيلوا أنه الكم يكون مشكلة لفصل طالبة من العمل طبعاً الطالبة هاجر بركوس تنضم إلينا الآن لتحدثنا عن قصتها نرحب بها عبر الاسكايب أهلا وسهلا فيك يا هاجر مرحباً بكم وشكراً على الدعوة أهلاً هاجر بداية خلينا نرجعك للبدايات مقابلتك مع مدير مكدونالز وتخبرنا كيف كان اللقاء كيف جرى وكيف كان فكرته أو نظرته حول ارتدائك للحجاب في العمل طبعاً أولاً علي أن أوضح أن أول مقابلة لي كانت مع مسؤولي أو مديري في العمل الذي كان فرنسي والذي استقبلني بكل حفاوة وبكل احترام وتقبلني كما كنت فعندما قمت بمقابلة العمل لأول مرة خاطبني بكل صدق وقال لي أنه لمشكلة له مع الحجاب بل وأخبرني أن خاطبته كانت مسلمة ففرحت جداً وفرحت خاصة لرحابة صدره ولتسامحه لأن من المعروف أنه في فرنسا ليس من السهل أن نجد عملاً بهذه السهولة وبأن يخبرنا مديرنا في العمل أنه ليست له أي مشكلة مع الحجاب فكانت هذه أول مقابلة لي فيما بعد هاجر أنت تقدمت في فترة الماجستير بطلب لإدارة ماكدونالز وقبلوك كشخص مسؤول في قسم الإدارة لمدة سنتين حدثينا ما الذي حدث فيما بعد بالضبط في الأثناء غادر مديري الذي كنت أتحدث عنه منذ لحظات وقدمت إدارة جديدة يعني مسؤولون جدد ومن ثم تغير عقد عملي لأصبح مسؤولة في الإدارة مسؤولة عن الإدارة هذا هو ومنجر يعني مسؤولة فريق فأصبحت مسؤولة ولم أعد شغيلة ككل الشغيلين الذين يأتون للعمل في ماكدونالز كالذين نراهم كل يوم إذا ذهبنا إلى ماكدونالز ولكن هذا لم يتم احترامه لم يتم احترام بنود العقد الذي وقعناه كانوا يعلمون جيدا أنني كنت محجبة لأنني يوم توقيع العقد أتذكر ذلك كان يوم 15 أكتوبر 2018 ذهبت لتوقيع العقد بملابسي هذا بالحجاب ولم يقولوا شيء ولكن يعني تتالت الأيام لم يتم احترامه هذا العقد مثلما قلت لكم عندما طلبت ذلك عندما لحظت يعني قمت بتوجيه ملاحظات للمسؤولين الجدد قالوا لي قم بعملك الآن بالنسبة لهم كان عملي العادي والطبيعي هو تفريق الوجبات هو تقديم الوجبات لذلك فهذا ما حدث ولكن عندما تكررت ملاحظاتي تكررت طلبتي قاموا وقالوا لي ولكن لماذا أنت تغطينا شعرك تحت القبعة ولماذا تلبسنا الكمة الطويل فكانت كل المشكلة هي الكمة الطويل وكانت كل المشكلة رفع ذلك الكمة الطويل نعم دعيني أقف هنا هاجر وتحدثينا فعليا عن طبيعة هذه المضايقات ماذا حصل إن كان رفع الكم أو حتى عن الحجاب دعيني نتعرف على ذلك بتفصيل أكثر كانت هناك زيارة لمسؤولين كبار من شركة ماكدونالد نعم كان هناك لأنني أسكن في نيس نعم يوم هذه الزيارة أخبرونا أن هناك مسؤولين من باريس يعني مسؤولين من مستوى رفيع في إدارة ماكدونالد قاتمون لزيارتنا والتثبت من أن كل شيء يسير على ما يرام في ماكدونالد فأتت مجموعة كبيرة من المسؤولين وعندما رأتني مسؤولة هناك أتت لي مباشرة وسألتني لماذا تغطينا شعرك تحت القطعة قلت لها أنني مريضة لم أجد إجابة يعني كنت تحت الضغط فتلك هي الإجابة التي وجدتها وجدتها حينها قلت لها أنني مريضة فقالت لي ما هو مرضك مرضك علماً وأن لا يحق لأي مشغل في العالم أن يسأل شغله ما هو مرضك فهذا يعني خرق واضح للقانون بعد ذلك قالت لي لماذا تلبسين الكمة الطويل قلت لها أنني أشعر بالبرد كنت أظن أن تلك السيارة ستمر وأنها كانت سيارة عابرة ولكن أتت نفس المسؤولة يوم غد ويوم بعد غد وفهمت بعد ذلك أنها ستبقى معنا وكانت كل يوم تطلب مني نزعلكم وتخاطبوني بشدة وتخاطبوني بطريقة سيئة شدة فكنت لما أطلب منها أن تخاطبني بلطف يعني باحترام كانت تقول لي أنا هنا في بلدي أنا من الجنوب الفرنسي فكانت يعني بالنسبة لها أن من يسكنونها أو السكين الأصليين من الجنوب في الجنوب الفرنسي تحدثني بصوط عالم تبرر لنفسها تلك الطريقة السيئة في المعاملة والكلامة نعم طيب هاجر أنت ذكرت في البداية أن المدير الأول كان يتعامل بلطف وتقبل حجابك لكن المسؤول الآخر وأيضا باقي الأفراد بمجرد أن ذهب ذاك المدير تغيرت معاملتهم إذن من واقع معايشتك للمجتمع الفرنسي بشكل عام وهذه التجربة تحديدا هل تجدي أن هذه تصرفات فردية أم هي موجودة فعلا بالعقل الجمعي الفرنسي التصرفات والسلوكيات والأفكار الرافضة للحجاب وشكل المرأة المحتشم للأسف داعيني أن أعبر عن حزني وأسفي أن هذه ظاهرة تشمل كل المحجبات في فرنسا يعني المحجبة ليس لها الحق في أن تعمل بحجابها في فرنسا سواء في هذا النظري بالنسبة للنظري في فرنسا ليس لنا الحق أن نعمل بحجابنا في المؤسسات الحكومية عندما نأتي للمؤسسات الخاصة النظري ما هو نظري كلهم يقولون هذا طبيعي ولديك الحق أن تعمل بحجابك ونحن نتقبل الآخر ونحن نتقبلك مثلما أنت ونحن مع احترام الحرية الفردية ولكن كله نظري طبعا لا بد هنا أن نشير هاجر أنه في فرق بالقوانين للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة في فرنسا في المؤسسات الحكومية يمنع منعا باتا عمل المرأة المحجبة في المؤسسات الخاصة تركوا الأمر لصاحب المؤسسة ليقرر بالضبط تركوا الأمر لصاحب المؤسسة ولكن كل أصحاب المؤسسات تقريبا 80 أو 90% من أصحاب المؤسسات الفرنسية أتحدث عن المؤسسات الفرنسية يتعللون بالقانون الذي يجعل أن تكون والذي يتطلب أن تكون المؤسسة حيادية يعني الكبيرة المؤسسة علامات تدين مثل الحجاب أو لبس العلامة الصليب أو لبس ارتداء علامة اليهودية ولكن هذا التفصيل جعل خاصة للمحجبات لأن نرى في الكثير من المؤسسات أن الكثير يلبسون أو يرتدون أشياء تعبر عن دياناتهم المسيحية أو اليهودية ولكن لا أحد يتكلم معهم ولا أحد يرفض ذلك اللباس أو ذلك الأعزي أو ذلك اللباس أو تلك الرنسية عندما يتعلق الأمر بالمحجبات فهنا تبدأ المقايضات تبدأ التعليقات تبدأ المشاكل ومن ثم إما أن يقومون برفض تلك المحجبة أو أن يقولوا لها انزعي حجابكي عندما تأتينا إلى هذه المؤسسة طبعا هذه بعض المؤسسات الفرنسية ولكن بعض المؤسسات العالمية يقبلون أن ترتدينا المحجبات زيهم مثل الحجاب أو اللباس الطويلة نعم طيب هاجر دعينا نتحدث قليلا عن الأثر النفسي يعني بكل تأكيد هذه المضايقات وهذه خلينا نقول العنصرية بين قوسين يعني أكيد كان في أثر نفسي عليك وعلى دراستك فحدثين عن هذه الأثر الأثر النفسي طبعا لما يكون سهلا علي أن أتقبل عملي في ماكدونالد ليس في الإدارة نعم ولكن كشغلة مثل الجميع يعني مع كامل احترامي لكل الطبقات الشغلة ولكل زملائي الشغلين خاصة أنني عملت معهم ولكن عندما يصبح الأمر اعتداء علي واعتداء على قرامتي مثل أن يطلب مني مديري السابق أن ننظف المراحيض إن لم أنزع القمة طويل فهذا يصبح اعتداء إهانا على عقيدتك وعقيدتك يعني بالنهاية بالضبط بالضبط ويعني تدورت صحتي النفسية تدورت صحتي كثيرا بسبب هذه الممارسات بسبب كل ما حصل معي طبعا بالنسبة لدراستي انقطعت للأسف انقطعت عن دراستي في الماجستير لأن عندما ينقطع العمل تنقطع بصفة طبيعية أو كنتماتيكية الدراسة عندما تواصلت علما وأنا مديري في الماجستير وكل الطاقم الإداري في الجامعة كانوا يعلمون بهذه المجاكل التي كنت أتعرض لها ولكن لم يفعلوا شيء بالأسف وعندما طلقت أن نجد حق وأن أعيد السنة أن أدرس مجددا في هذا الماجستير تم رفض طلبي بجعلة ويهي حتى توقفك عن دراست الماجستير كان أيضا لأسباب خارج عن إرادتك وليس فقط أسباب نفسية طيب حدثينا هاجر أنت الآن رفعت قضية على ماكدونالز إلى أين وصلت هذه القضية؟ يعني رفعت قضية بمعيتي محامي السنة الماضية ولكن مع هذه الظروف الصحية كان الوقت طويلا أن تأتينا الأخبار حول هذه القضية فالأسبوعين تقريبا حدثت أول جلسة يعني بين الطرفين أنا شخصيا ومحامية ماكدونالد كانت عبارة عن جلسة صلحية لأن في أول الخطوات يحاولون أن يصالحوا الطرفين ولكن لم يكن هذا سهلا ولم يكن هذا متاحا فتأجلت الجلسة لشهر مارس المقبل السنة القادمة في غضون أربعة أشهر تقريبا نعم صراحة نحن نتشكرك لوجودك معنا اليوم نتمنى التوفيق لك في قضيتك وشكرا لك هاجا باركوس من فرنسا تعرف شو إستا يعني فعلا محزنة صحيح بدأنا بقضية محزنة لكنها الجميل موضوع أنها لم تدخل عن حقها بنهاية الأمل لأنه هذا الشيء محزن لكل الديانات ليس فقط للإسلام مختلف الديانات ممكن بفرنسا بعانوا من هذا الاضحاد والعنصرية يعني على الرغم من أنها خسرت الكثير وأيضا تأثرت نفسيتها لكنها بالفعل استمر بمطالبة الحق يعني لا يضيع حق ورائه مطالب وهي هذه القضية حقيقة لابد أن نقف أمام كافة المجتمع الدولي الذي يتناقض مع نفسه يدعو إلى الحريات من جهة لكنه من جهة أخرى يمنع طالبة فقط أو أي سيدة حق أنه يعني تلبسكم طويل أنت متخيل المدى التناقض الموجود مأساة حقيقة نعم